شهدت حالة التقص تحسنا ملحوظا بكافة أنحاء الجمهورية بعدما تعرضت البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أمس وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد اليوم تقص معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والمحافظات فيما يسود ليلا تقص شديد البرود على كافة الأنحاء طبعا بنشهد اليوم أجواء شتوية مستقرة على كافة مناطق الجمهورية بعدما شهدنا أمس وأول أمس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واللي كانت زروتها بالأمس بالفعل وسقطت الأمطار اللي كانت متفوتة الشدة ورعضية على كافة مناطق الجمهورية أيضا كان بالأمس فيه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط رياح اللي كان مسير للرمال والأتربة بداية من اليوم من ساعات الصباح بدأنا نلحظ استقرار تام في الأحوال الجوية وده نتيجة تقصونا طبعا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وعلى سطح الأرض هيعمل على زيادة فترات سطوع عشاعة الشمس يمكن من خلال صور أمار الصناعية بتوضح خلو جمهورية مصر العربية من أي صحب بمؤسرة بأمطار أو حتى صحب فده بيؤدي طبعا لزيادة فترات سطوع عشاعة الشمس خلال فترة النهار مع ارتفاع كمان في درجات الحرارة عن الأمس بحوالي أربع درجات